لقد كانت أوكرانيا منذ فترة طويلة دامناً للأمن الغذائي العالمي، ولكن منذ بداية الحرب واسعة النطاق ضد أوكرانيا، قامت روسيا في المقام الأول بمحاصرة الموانئ الأوكرانية، ومنعت تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى البلدان التي كانت أوكرانيا مورداً رئيسياً للغذاء لها. وفي اجتماعاً للأمم المتحدة في الخامس من أغسطس، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الكريملين مرة أخرى إلى التوقف عن استخدام البحر الأسوط للابتزاز والأمن الغذائي كأداة للنفوذ. أصبحت سياسة الكريملين الجرامية موضوعاً رئيسياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذه المرحلة العالمية بالذات، أدرك بشكل تام المعاناة الأوسع نطاقاً التي سببتها. مما أصفر عن زعزة الأمن في مجالات الغذاء والطاقة والاقتصاد في العالم. وأصبح القرار غير المبرر الذي اتخذته روسيا بإلغاء مبادرة حبوب البحر الأسود سبباً في تفاقم هذا الواضع السيء. بدأت مبادرة حبوب البحر الأسود للناقل الآمن للحبوب والأغذية من المواني الأوكرانية العاملة في يوليو 2022 بعد توقيع اتفاقية بشأن تنظيم ممر بحري آمن للشحنات الزراعية من أوكرانيا. وحدد وولوديمر زلانسكي عشر نقاط في صيقة السلام الأوكرانية في خطابه في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2022. والنقطة الثانية فيها هي الأمن الغذائي. وبفضل المشاركة القوية للأمم المتحدة وتركيا وشركاء آخرين أظهرنا كيف يمكن للتعاون القلة أن يعيد الأمن الغذائي للكثيرين. أعتقد أن مبادرتنا لتصدير الحبوب تستحق أن تستمر إلى أجل غير مسمى. بغض النظر عن يوم انتهاء الحرب، الحق في الغذاء هو حق أساسي لكل شخص في العالم. منذ بداية عمل ممر الحبوب أرسلت أوكرانيا ملايين الأطنان من المنتجات الزراعية إلى بلدان الإفريقية. بما في ذلك مئات الآلاف من الأطنان في إطار برنامج الأمم المتحدة الغذائية الإنسانية ومبادرة الحبوب من أوكرانيا. لكن في الثامنة عاشرة يوليو عام 2023 انصحبت روسيا من اتفاقية الحبوب. وبدأت قصفا مكثفا لمخازن الحبوب الأوكرانية والبنية التحتية للموانئ. إن روسيا كونها عضوا دائما في مجلس الأمن تسخر من الأمم المتحدة كل يوم من خلال مواصلة غزوها غير القانون وغير الأخلاك لأوكرانيا. مثل ما تسخر من المجتمع الدولي بلعبها الساخرة المتعلقة بالأمن الغذائي والتي تعرض الملايين لخطر الوقوع في الجوع. وهي تعيد الحبوب للدول الدعيفة وفي الوقت نفسه تدمر مخازن الحبوب الأوكرانية على طول الساحل البحر الأسود. وقد أدى انهيار روسيا للاتفاقية الحبوب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مختلف أنحاء العالم وتقلص القدرة على الوصول إلى الغذاء بالنسبة للدول التي تحتاج إليها. والآن بات من الواضح للجميع في العالم أن روسيا تستخدم الغذاء كسلاح الحرب ليس فقط ضد الشعب الأوكراني بل أيضا ضد كل شعوب العالم وخاصة البلدان أقل تقدما والتي تعتمد على الحبوب من الخارج. وقد حزيت صيغة السلام التي ترحها الرئيس زيلنسكي بدعم أكثر من 140 دولة ومنظمة دولية. إن أوكرانيا وشركائها واثقون من أن تنفيذ هذه الخطة يمكن أن يصبح الأساس لإنهاه العديد من الحروب والصراعات المسلحة. ينبغي على الإرهابيين الروس لا يأملوا حتى في أن يتمكنوا من تسبب أزمة غذائية عالمية أو خلق قارثة أسعار أخرى. تشكل السادرات الأوكرانية عاملا رئيسيا في استقرار أسواق المواد الغذائية. ونحن نعمل مع جميع شركائنا سواء على المستوى المحلي أو العالمي لضمان الأمن الغذائي. أعلنت أوكرانيا تشغيل ممر بحري مؤقت. لقد غادرت السفينة والثانية المحملة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية من ناعد شيرنومورسك إلى مصر. وعلى متنها أكثر من 17 ألف ونصف طن من القمح الأوكراني. إن مصير الملايين من البشر في إفريقيا وآسيا وأجزاء أخرى من العالم يعتمد على مدى سرعة تنفيذ العالم.